شفتك شباب لا تقني لي ضربتك أنا آسف حبيبي أنا السبب مياس هل هذا الحكم مهم مهم إنه ما بقى قنلتي وما بقى توصلني على البيت لا ما حذرتي أنا رح أعمن العكس تماما كيف يعني؟ يعني رح أخذك خطيفة بتروحي بتعيشي مع أمي أحسن من هالمتوحشة هاي وشو عم تحكي؟ انت أكيد جنات ليش جنات؟ هذا أفضل حل لخلصك وأخلص مستحيل شمس حبيبي طاوعيني أنا بحبك والله إلا دليلك وما رح اسمح لأي حدا يأذيك وسقفيني بخاف مياس بخاف يعني مفكرة ما رح تلحقني على المدرسة أنا وطالعا من البيت اليوم عملت كهارثة بالبيت لحتى خلتني روح المدرسة ما فيني مشان هيك عم قليك طاوعيني وقت تروحي على المدرسة بتكوني صرتي مرتي ما حدا قلو معنى شي بالله وبالكي إجا قيس شو بدا كايد بحني شمس أنت ما بتحبيني بلا أصبحوا سقفيني وخلينا نتواز بس أنت عم تقلي تروحي خطيفة أنا برأيي هذا الخيار الأفضل وفكري بالموضوع أنا نعطر جوابك معيك لبكرة يلا خليني وصلك لا لا ما فيني زب تريد معيك حبيبي طي رحبا أستاذ أهلا وسهلا أنا آسفة على الإزعاج بس كنت حابة استشيرك الموضوع شو صاير بو الشيك تصدري تفضلي هادي بيت ومكتب؟ بيت ومكتب بيت ومكتب عادي بحكيلي شو صاير محيك أول شي بدي قللك أنه أنا ما معي مصاري إدفع لك على الاستشارة ياسبت المكتب وصحابه على حسابك أنا بدي روح خطيفة شكرا أدماء حبيتي ما بحقلك تتجوزيه بالنهاية أنتو اتنين تحت السن القانوني يعني ما بحقلكون تروحوا على المحكمة بدون ولي أمر هاي القرار ما فينك تاخديه لوحدك يعني مستحيل شوفي شمس موضوع أمي كتير بسيط ولازم تفهميه أميك عم تعيش بصراعة كتير صعب هي هلأ الأم والأب ما بدا تحس بلحظة أنه هي أصرت بتربايتك أو أصرت بأي شي تجاهك فبدك تعزرية بس بابا ما كان يعمل هيك أبدا كان يدللني كل الوقت يتم فيني كل الوقت ما كان يضربني أبدا لأنه هو منحط بنفس الظرف اللي هلأ عايشت أميك طيب هلأ شو عمال مش عمياز أنا رح أنصحك وراح إشرح ليك من خلال التجربة أنا مريت فيها وأنت فينك تقرره السيطرة مستعدة تسمعيني أكيد تفضل يا ستي أنا كنت متجوز واحدة كنت أحبها من لما كنا سنة أولى جامعة تعرفنا على بعض بكليد الحقوق ودرسنا سوا بالسن الرابع تجوزنا أبوه كان غني كبير وأنا كنت فقير مش عحار طبعاً هلأيت مع كل عائلتها وقاطعها طول وقاطعوها لأنه كانوا معتبريني أنت معنا بنصريا وأنت ما كنت طمعاً فيها يعني لا قلت ليك حبيتها من كل قلبي ايه بهم اتخرجنا واتدربنا عن محامي شاطر وأبوه بعد هرضي علينا وفتحنا مكتبون عشنا مع بعض سنة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين بس للأسف أجانا بالبعد يا حرام المشكلة من مين؟ منا هي بس المشكلة مهون المشكلة أنه صار عندها مرض نفسي وصار يجيها هواجس وأفكار وصارت تعتبر أنه أنا عايش مع كل هذا الوقت ومتحمل عيش بالأولاد لأني أنا طمعان في بصرية يعني بدل ما توقف معي لأني أنا ضحيت بكل شي كرمال ضل معا دا قلبيت علي مية وثمانين درجة وطلبت الطلب طلقتها من شهر؟ يا جدا متحكي مو بس طلقتها إذا بدك أخذت مني كل شي البيت والسيارة والمكتب لأنه معتبر أنه هذا ما له أبوه هو اللي جابه مشان هيك يجي تعاهل حارة الفقيرة لا موله الدرجة أكيد أنا صار لي شي خمسة عشر سنة محافظة يعني في عندي مبلغ منية بس أنا حبيت حبيت باحد عن كل هداك لمجتمع وخاصة عن بيت حماية مشان هيك يجيك أهو هلا أنا اللي كنت حابب أوصل لك يا إنه اللي بيحب هو وصغير قبل ما تنضج مشاعر ممكن يمر معه أخطاء كتير كبيرة بحياته بس أنت ضليت تحبه؟ بصراحة بعد خمسة سنين زواجه بلا أولاد بطلت حبه عن جد؟ يعني حبيت حدا تاني؟ لا بس أنا ضليت عايش معه بحكم العادة بحكم الشراكة ما بعرف يعني اندمت؟ على شو؟ أنك حبيت أو تسرعت بتزواج اندمت يعني أنا ما لازم اتزوجه لمياز؟ إذا بدك نصيحتي لا تتجوزي هذا لسا ولد ما خرجي حمل مسؤولية أنا كنت متمنحة بحدة بشبهة بي كان هذا أكتر شي حلمت فيه بحياتي دايماً وقد كنت تتخيل فتاة أحلامي كانت تطلع صورة بابا بوشي شكله، خشونته، يديه، ريحته، صوته كل شي فيه كان بالنسبة للي حلم بس للأسف وليش للأسف؟ انت لساعتك صغيرة، والطريق قدامك كثير ببساطة ممكن تلتقي بهذا الشخص بعدين ما تنسي انت بالنوتي حلوة وجزابة عن جد؟ طبعاً عن جد ايه، انا كتير اتأخرت اتأخرت كتير عالبيت، بعتزر اخدت من وقتك انا كتير ممنونتك وكتير مبسطت الحديث معك شمس انت بي على حالك ولا تغلطي انت لساعتك صغيرة اوكي، شكراً اشتركوا في القناة